محبة الله محبة الله قبل ما يبقى معناها محبة الله للإنسان فمعناها المحبة اللي جوه الله اللي جوه الثالوس المحبة هي حياة الله لأن الآب يحب الابن الشرح اللي قاله الكديس آثاناسيوس عن الثالوس قال أن الآب هو النور وأن الابن هو شعاع النور وقال ليه أنا استعملت شعاع النور لأن شعاع النور من بوهر النور من دلاتة ماذا الآب يحب الابن؟ مفيش بداية مفيش زمن أن هذه هي طبيعة الله يبقى ما كانش فيه المحبة بين الأب والابن دي ما كانتش موجودة ووجدت وعشان كده تبقى محبة غير مخلوقة تبقى المحبة دي هي إيه؟ لأن الله محبة برئتي أنا أحبك هذه المحبة ليها نقطة بداية وليها سبب ثم أن هذه المحبة صادرة عني فهذه محبة إنساني هذا اختيار المحبة اللي فالله مش مشيئة مش قرار لأن المشيئة والقرار مرتبطين بنقطة البداية وبالسابق حاجة ثانية إن المحبة اللي أنا أحبك لها دي محبة مخلوقة لها صفات مختلفة عن صفات المحبة غير المخلوقة الآن حينما نتكلم عن محبة الله فنحن نتكلم عن المحبة غير المخلوقة المخلوقة التي يعطيها لنا المثير ده عطية جاية من بر الإنسان لأن محبة الله قد انتكبت في قلوبنا بالروح القدس الباطلة بقيت قلبي بقى بيوجه حب للآب السماء للإبن لأخوة اللي قاعد نجده حب للبعيدين للمسيئين طب إزاي؟ لمحبة الله إن كنتم تحبون الذين يحبونكم فقط فأي فضل لك؟ أنا ممكن أحب قريب لكن مش ممكن أحب عدام مش ممكن أحب الذين يسيئون إليه مش ممكن أحب الذين يبغضونني بدون محبة الله بالنقطة اللي واقف عنها كثير من المؤمنين أنهم تذوقوا محبة الله هو تذوق محبة الله ولكن لم تثبت فيه المحب أنا يشف ووقف على كيف؟ تقابلوا بعد عشرين سنة تلاقيه هو إيه؟ نفس القامة بتاعه نفس محبته الضعيفة لله نفس القلب البارد اللي مليان بالأحزان بس عنده خدرة يقعد يحكي هارة عارف من الغريف الأولان داؤه عشان كده المسيح قال إيه له وكل المجلس إثبتوا في محبتين طبعا من إيه؟ اعتماسك في محبتين هقول هلك من السكتين؟ السكة الأولانية مباشرة والساعة إن حفظتم وصايات تثبتونا في محبتين محبتين والسكة الثانية إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فتسحوا كل ما بتطيع الروح كل ما تنسكب في قلبك محبتين تلاقي نفسك بتحبه وتحب أحد تلاقي نفسك بتنسك من قيد العالم وبتروح ليه يعني إيه تحب الله؟ يعني حيثما يكون كنزك هناك يكون قلبك قلبك يعني إيه؟ يعني حبك حبك بيروح ليه؟ حينما تأتي إليك محبة الله اثبت فيه هذا كنز لا يقدر بثمه لأنها محبة ليست من هذا الضهر وليست من صمع إنسان وضرمها زي قطعة النار اللي لما تضيف إليها قطعة وتضيف إليك قطعتين قطعة ثالثة وتقعد تنفخ فيهم تبقى نار مسترمة ما فيش حاجة تقدر تطفيها هي النار اللي جواب كل شيء قطفي ليه؟ ليه يقولك كلمة روح حرنانو مأموط؟ ليه يقولك مش عارف إيه تروح مجروحة أو مش عارف إيه؟ فما بتثبتش قدام التجارب كل ما أي ريح تهب عليه يا حبي إن هذه المحبة هي الله فإذا ثبت في هذا الحب وإذا أضرمت محبة الله ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكونه أنا يقول الرب يسوع فيهم أهو ده سكن المسيح أهو ده أحيا لا أنا بل المسيح يحب ليه بالطعب أن يكون المسيح خير عشان كده سنين هلوى عدده وتبط جواك وتقعيش المسيح لسه لانت شاعر بأن هناك حضور حقيقي لابن الله جواب شايف وسمعه وحسن وبيعمل أعماله من خلالك والناس شايفة جواك يرون فيك يسوع ويحسوه ليه تا ما وصلتش للسفن ليه تواقف عن نقطة الإيمان ليه تواقف عن نقطة البداية الأول لكن انتش عارف توصل للسفنة يحيى فيه الطريق هو الحب الحب هو محبة الله ثبتوا في محبة الله يا جماعة فإذا ثبت الحب فيك يكون المسيح فيه طبعا عايز أختم وأقول ده بمعاناة بتنضرب على فبك اليمين بتحمل وبتجي وبتتعط وبتستخر منين وبتاخدش حقك وتترق بمعاناة لكن حينما تصل إلى النهاية إن المسيح يسكن فيك بتكتشف إنك خدس أجرى وتعويض لا يساويها الشيء الرب يعطينا يعطينا أن يكمل لنا وعده وأن يسكن المسيح فيه وأن يستحب بكيادنا وأن يضطرب حبه في قلوبه وأن نتغذى على حياته كل يوم كل صباح كل موقف أن نحول جميع المواقف المتعبة والمؤلمة والموجعة والمجرحة أن نحولها إلى مواقف انتلاء من الحب يمكنك المساهمة في الخدمة عن طريق التبرع عبر الطرق الآتية من مصر عبر الحساب بالبريد المصري كنيسة أساناسيوس الروسية الأرثوذكسية حساب رقم 0101 1029 63 48 18 أو عبر فودافون كاش 010 66 16 82 84 والتبرع عبر الإنترنت من خلال الروابط أسفل الفيديو